الدار بودكاست لم يتوقف القصف الذي لا يميز بين مسلح أو أعزل لكن العمليات التي تنفذها حركات المقاومة تواصلت أيضا بعد أكثر من خبسة أشهر على الدلاع هذه الحرب المدمرة ووسط هذه التطورات يواصل المغرب أداء واجبه القومي والذيني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني فقد شاركت بلادنا لأول مرة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بعد أن أرسلت بتنصيق مع الحكومة الإسرائيلية ست طائرات من وحية عسكرية ثابعة للقوات المسلحة الملكية محملة بالمساعدات الإغاثية الموجهة إلى سكان القطاع جاءت هذه العملية بعد أن أبلغت المملكة المغربية الحكومة الإسرائيلية برغبتها في تنفيذ هذه العملية وحظي الطالب بموافقة فورية وفقا لما أوردته تقارير إعنامية وكانت الإداعة الإسرائيلية قد أفادت بأن ست طائرات هلكوبتر مغربية محملة بالمساعدات الإنسانية حطت يوم الاثنين بمطار بنغوريون الذولي للتزود بالوقود قبل أن تتوجه إلى شمال قطاع غزة حيث شاركت في عملية الإنزال الجوي للمساعدات الموجهة للفلسطينيين من خلال هذه العملية انضم المغرب إلى نادي محدود من الدول التي شاركت في عملية الإنزال الجوي للمساعدات إلى جانب الأردني والإمارات ومصر وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية يحتاج قطاع غزة وفقا للخبراء العاملين في القطاع الإنساني إلى أكثر من ألف شحنة مساعدات يومية وذلك لسد الخصاص الهائل الموجود في المواد الغذائية الأساسية والوقود والمستلزمات الطبية وبينما بلغت الأزمة الإنسانية مداها بعد وفاة العديد من الأطفال بسبب الجوع أو نقص الغذاء تأتي العملية الإنسانية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية لتؤكد الخراط المغرب الدائم والتزامه بالمشاركة في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته على الصعيد الإنساني كما تؤكد هذه العملية من جهة أخرى جاهزية القوات المسلحة الملكية للقيام بواجبها الإنساني تجاه الاشقاء والاصدقاء في العديد من الدول التي تعاني حروباً أو صراعات كما هو الحال في مناطق أخرى من إفريقيا على سبيل المثل تمتلك القوات المسلحة الملكية خبرة طويلة في هذا المجال بعد أن شاركت في مناسبات عديدة في قوة حفظ السلام التي ترسلها الأمم المتحدة إلى بؤر ثوتر عديدة كانت آخرها المشاركة في قوات حفظ السلام بالكونغو لكن الالتزام تجاه القادية الفلسطينية يمثل في الظرف الراهن أولوية من أولويات السياسة الخارجية لبلادنا فعلاوة على ما قدمته المملكة المغربية من خلال هذه العملية الإنسانية الجوية ما فدأ المغرب يقدم كامل الدعم السياسي والديبلوماسي من أجل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة والسلام الذائم والعادل من بين مظاهر هذا الدعم ترفع ناده الحقوق في مختلف المحافل الدولية لقد قدم المغرب قبل بطعتها السابع في عز الحرب الذائلة على قطاع غزة مرفاعة ثاريخية أمام محكمة العدل الدولية دافع من خلالها عن حق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وتأسيس دولته وفقا للقرارات الشرعية الدولية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ولعل ما تقدمه لجنة القدس التي يرأسها جلالة المالك محمد السادس من خلال دراعها المالي وكالة بيت مال القدس من دعم ومساندة لصمود المقدسيين يمتل وجها آخرا مشرقا من أوجه العطاء المغربي للقضية الفلسطينية تحرص وكالة بيت مال القدس على توفير الكثير من المساعدات وبرامج التمويل والدعم التي تمكن سكان الفلسطينيين في القدس من مقاومة مظاهر التهويل والتهجير التي يتعرضون إليها بصفة يومية هذا يعني أن المغرب جاهز ومساعد ملكا وشعبا وحكومثا من أجل مدية للعون إلى الشعب الفلسطيني ومنصرة قضياته العادلة وتخفيف من مظاهر معاناته لسيما في ذل عضوان غاشم كهذا الذي يعيشه اليوم ولن تتوقف القوات المسلحة الملكية عن المشاركة في عملية توفير المساعدات والإنزال الجوي لها إذن من المرتقب أن تستمر هذه المبادرة في الأيام القليلة المقبلة علماً القوات المسلحة الملكية تظل على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدات ميدانية في حال توقفت الحرب وتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في هذا الإطار لن تتردد بلادنا في توفير المستشفيات الميدانية والدعم الإنساني واللوجستي الذي سيمكن الغزاويين من تجاوز تذاعيات هذه الحرب غير المسبوقة التي سترافقهم على ما يبدو لعقود طويلة